أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف المواني خاصة عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الانتاج كما أكد مدبولي خلق اجتماعنا لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في المواني المصرية أكد أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة وذلك بهدف زيادة التصدير وكذا قطعت الزراعة والسياحة والاتصالات